عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف طوافر السلع الاستراتيجية ومستلزمات الانتاج وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الاجتماع يأتي في إطار متابعة الموقف الخاص بتوافر السلع المختلفة في الأسواق على مستوى الجمهورية وفي هذا الإطار أكد مدبولي الاستمرار في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات بالتعاون والتنصيق مع البنك المركزي المصري لإتاحة التمويل اللازم لتوفير السلع وتأمين مخزون استراتيجي منها بكمية تكفي احتياجات المواطنين لمدد لا تقل عن متوسط ستة أشهر